لماذا مارينت صروا بسذجة عندما ترى ادريان او عندما تقع في حب شخص هذا الامر عائد لماضي مارينت لان لو رجعنا للماضي فان مارينت كانت تحب كيم وكانت اكبر عداية هي كلاوي وكانت كلاوي تسخر من مارينت ولم يكن للمارينت اي شخص مدافع عنها الا سوكلين وعندما تشجعت مارينت واخذت موعدا مع كيم لقد ذهبت معه الى المسبح لكن سوكلين كانت خايفة فنزلت من القطار وهنا مارينت عندما وثقت بكيم كيم اعطاه هدية والذي كان عبارة عن صندوق داخله عناكب لان كلاوي قد اخبرته بذلك ويتردون سوكلين من مدرسة مارينت بحكم انها كسرت جوالها كلاوي وقبل ان تذهب سوكلين من مدرسة مارينت تخبر مارينت ان تججع وان تواجه مخاوفها ومن بعدها تذهب ولذلك مارينت لا تريد ان تقع في حب اي شخص اخر ولذلك هي تصرف بطرقة الخلقاء لكنها الان لو وقعت في حب شخص اخر فهي تريد ان تعرف كل شي عنه حتى لا يحصل كما حصل في الماضي ويكونوا هكذا قد اخبرتكم